بسم الله الرحمن الرحيم نواصل دروسنا عن مقرر تنظيم حاسبات واحد ما زلنا في الباب الأول Register Transfer and Micro Operations نتحدث الآن عن دائرة منطقية تستطيع أن تجمع وتطرح وهي 4Bit Binary Adder Subtractor إذا نصرنا إلى الرسم نجد أنه يختلف عن رسم دائرة 4Bit Binary Adder التي شرحناها في الدرس السابق في وجود إضافات هي أولا إشارة تحكم Control Signal موصولة مع أول Carry ال Carry In لـ Full Adder 0 وموصولة في نفس الوقت مع مداخل أربع بوابات XOR هذا مدخل وهذا مدخل وهذا مدخل وهذا مدخل سنشرح الآن لماذا قمنا بإضافة هذه الأشياء للدائرة أولا نتحدث عن إضافة بوابات XOR فنذكر ميزتين من ميزات هذه البوابة هذه هي بوابة XOR فإذا سبتنا أحد مداخلها على الصفر وأدخلنا في المدخل الآخر متغير سنائي فإننا دائما نحصل على نفس المتغير في الخرج هذه ميزة الميزة الثانية لنفس بوابة XOR إذا سبتنا أحد المداخل على إشارة واحد وأدخلنا سنائي متغير في المدخل الثاني فإننا دائما نحصل على متمم هذا السنائي بكمبليمينت المتمم الأول للثنائي إذن إشارة التحكم هذه أيضا هي إشارة سنائية إما أن تكون صف أو واحد ماذا يحدث إذا كانت الإشارة صفر نتابع هذه الإشارة تصل إلى المدخل الأول للدائرة فتصبح CIN صفر ونفس الصفر يصل إلى مدخل XOR الأول ومدخل XOR الثاني والXOR الثالث والXOR الآخير وبما أن لكل XOR من هذه الأربعة أصبح الدخل هو صفر مع متغير ثنائي فإننا نحصل على المتغير الثنائي اعتمادا على هذه الميزة فنحصل هنا على B0 وهنا على B1 وهنا على B2 وهنا على B3 وبالنسبة للFull Address تصبح المداخل هي A0 مع B0 للFull Address الأول وA1 مع B1 للFull Address الثاني وA2 مع B2 للFull Address الثالث وA3 مع B3 للFull Address الأخير ونعود لنرى أن هذه تشبه الدائرة السابقة وبالتالي تعطينا ناتج جمع A زائد B هذا يحدث إذا كانت M تساوي صفر ماذا يحدث إذا كانت M تساوي واحد يأتي هذا الواحد إلى الدخل وهذه تصبح واحد ويسهب هذا الواحد أيضا إلى مداخل XOR الأربعة فيأتي هنا واحد وهنا واحد وهنا واحد وهنا واحد ومرة أخرى ننظر بالنسبة للXOR أصبح هناك ثنائي مع الواحد فنستفيد من الخاصية الثانية فنتحصل على متمم السناء الذي دخل ويخرج هنا B0 COMPLEMENT وهنا B1 COMPLEMENT وهنا B2 COMPLEMENT وهنا B3 COMPLEMENT وبالنسبة للFull Address ما الذي يصل إلى مداخلها؟ يصل A0 وB0 COMPLEMENT ومعهما الواحد الذي في المحمول الأولي إذن تصبح العملية عبارة عن جمع A0 زائد B0 COMPLEMENT زائد واحد ومن دروسنا عن العمليات الحسابية وجدنا أن هذه العملية هي نفسها عملية طرح B0 من A0 إذن بوجود XOR وإشارة التحكم استطعنا أن نجمع أو نطرح رقمين سنائيين بالتحكم في إشارة الدخل لبوابات XOR وإشارة الدخل للمحمول الأولي ال-CN في الفل آدر 0 نقول أخيراً أن هذه الدائرة أيضاً تتكرر فيها الفل آدرز بعدد ال-Bits التي نريد أن نجمعها أو نطرحها فهذه 4-bit binary آدر تستطيع أن تتعامل مع رقمين سنائيين فيهما 4-Bits وإذا أريدنا أن نتعامل مع أعداد أكبر نزيد عدد الفل آدرز بعدد ال-Bits التي نريد أن نجمعها أو نطرحها وإلى اللقاء في الدرس القادم